اكد سعادة دكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ان صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله اتخذ قراره الشجاع بحكمته المعهودة من اجل احلال السلام في المنطقة من خلال المضي في توقيع اعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة اسرائيل مشيرا سعادته الى ان رؤية جلالته الحكيمة في هذا الاطار تنطلق من ايمان راسخ بالتعايش والتسامح بين الامم والشعوب وان يعم السلام والامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط جاء ذلك خلال اجتماع سعادة وزير الخارجية اليوم في الديوان العام للوزارة مع عدد من كتاب الرأي في الصحافة المحلية بحضور سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن احمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية وسعادة السيد يوسف البن خليل الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية واعرب سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني عن عميق تقديره لكتاب الرأي في الصحافة المحلية وجهد ملوطنية المخلصة التي يبدلونها لتنوير الرأي العام وتثقيفه وإطلاعه على ما يدور في الساحة المحلية والإقليمية والدولية مثمناً عالياً دورهم البارز في تعزيز مسيرة مملكة البحرين والمساهمة في بناء نهضتها وتقدمها والزهارها في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفد مشيراً إلى أن هذا اللقاء الأخوي يأتي تنفيذاً لتوجهات جلالة الملك المفد بالتواصل مع كتاب الرأي لإطلاعهم على مضامين إعلان تأييد السلام وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفد تؤكد على أهمية إشاعة السلام والاستقرار والزهار في العالم أجمع وضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط كخيار استراتيجي وتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين وأوضح سعادة وزير الخارجية أن رؤية جلالة الملك المفد تسند إلى قيم التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب وأصحاب الأديان فمملكة البحرين عرفت على مر العصور بأنها مجتمع متسامح متعايش يقبل الآخر وهي قيم ناصيلة ترسخت في شعبها الطيب الأصيل مؤكداً أن السلام يحتاج إلى شجاعة وصبر ومثابرة وإخلاص وإيمان ومملكة البحرين بخطوتها التاريخية نالت احترام دول العالم في أمريكا وأوروبا وآسيا وقال إن هذه الخطوة التاريخية التي اتخذتها البحرين هي رسالة ملك وشعب إلى العالم وأوضح سعادة وزير الخارجية إلى أن أعلان تأييد السلام خطوة مهمة لمملكة البحرين وهي ليست موجهة ضد أحد فالبحرين تؤمن بمبدأ حسن الجوار وحل الخلافات بالطرق السلمية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتسعى إلى أن تكون هذه المنطقة آمنة ومستقرة ومزهرة لصالح شعوبها مؤكداً أن الأمن والاستقرار أمران متلازمان فلا الزهار بدون أمن ولا أمن بدون الزهار وقال إن منطقة الشرق الأوسط شهدت خلال العقود الماضية حروباً وصراعات مدمرة تسببت في تدهر أوضاع عدد من الدول العربية وعدت إلى فقدان ملايين من الشباب العربي الأمل في مستقبل أفضل وحياة حرة كريمة وكذا سعادة وزير الخارجية إلى أن الأوضاع المأساوية في عدد من الدول العربية تحتاج إلى نهج جديد للتعامل معها نهج يساعد على إعادة الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ويعطي للشعوب أملاً في مستقبل أفضل من جانبهم أشهد كتاب الرأي في الصحافة المحلية بالدور الهام والخطوة التاريخية الشجاعة التي اتخذتها مملكة البحرين من خلال التوقيع على إعلان تأييد السلام بينها وبين دولة إسرائيل منوهين بالجهود الكبيرة التي تطلع بها المملكة من أجل تحقيق الأمن والسلام والزهار في المنطقة متمنين لمملكة البحرين مزيد من الإنجازات الملموسة في كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن